مع بداية العام الجديد، لا يبدو ميزان أسعار النفط مطمئناً بالنسبة لروسيا بعد انسحاب أنجولا من أوبيك وأوبك بلاس. الانسحاب يمثل تطوراً مقلقاً كما يبدو لموسكو، إذ يضع اتفاق أوبيك بلاس في وضع صعب. ذلك أن زيادة الإنتاج بمعدل 100 أو 200 ألف برميل من النفط من قبل أحدهم على نحو يومي قد تكفي حالياً للإخلال بتوازن الأسواق، ودفع أسعار النفط فيها إلى التراجع الحاد. أنجولا بخروجها من أوبيك تقدم مثالاً سيئاً بل وخطراً لغيرها، فآخرون يمكن أن يفكروا أيضاً بالخروج عن اتفاق أوبيك بلاس، أملاً بتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج. ولو أن الجميع ذهب بهذا الاتجاه، فسيقطع على الاتفاق، سيكون هناك فائض عرض في الأسواق وستنهار الأسعار. المخاوف الروسية لها ما يدعمها في أروقة أوبيك بلاس نفسها، وهو ما كشفت عنه مواقف الكونغو ونيجيريا هي الأخرى من عدم رغبة في خفض الإنتاج خلال اجتماع نوفمبر الماضي. ثم إنما خطر انهيار أسعار النفط لها ما يعززها داخل الاقتصاد الروسي، الذي يشهد ارتفاعاً في نفقات الميزانية الدفاعية منها على وجه الخصوص. وضعت ميزانية روسيا لعام 2024 على أساس سعر 73 دولار لبرميل النفط من مزيج أورال، وتوقعت هذه الميزانية عجزاً في حدود الواحد في المئة. انخفاض أسعار النفط عن الرقم المذكور سيؤدي إلى زيادة العجز، بينما تحتاج روسيا إلى الأموال لأغراض الدفاع، التي لا يمكن خفض نفقاتها الكبيرة، ناهيك عن النفقات الأخرى، وتتصدرها الاجتماعية التي لا تقل أهمية في عام الانتخابات الرئاسية. وعليه فتراجع أسعار النفط وتقلب أسواقه بدافع تطورات الأخيرة أو أخرى ما زالت في الطريق، لا يمكن أن لا ينعكس سلباً بحسب مراقبين على مؤشرات الاقتصاد المحلي. الأخير وإن بدأ بتنويع مجالات ونقاط ارتكازه، إلى أن النفط يبقى من بين مصادر الدخل الأساسية فيه. ترى روسيا في انسحاب أنجولا من أوبيك تطوراً سلبياً يهدد اتفاق أوبيك بلاس لخفض الانتاج ودوره المحورية في الحفاظ على توازن الأسواق. توازن تدين له روسيا بالكثير وفق البعض في ظل ما يعصف بها من ضغوط وعقوبات مستمرة. أريش محمد سكاينيوز عربية، موسكو.